عندما رأوهم وهم يبثون الفرقة ويدعون إلى التنازع والتصارع بين المسلمين كثيرون ارتدوا بسبب هذا والأكثر من هذا أن الذين كانوا على شفى جرف نهار أو علاقتهم بالإسلام علاقة ضعيفة كانوا يسمعون كلاما كثيرا عن عدل الحكام وعن أهمية العدالة في الإسلام وأن العدل والعدالة تقيمة مطلقة فوجدوا هؤلاء يخرجون ويؤصلون للظلم ويؤصلون للإجرام ويؤصلون للاعتداء على الحرمات فقالوا مستحيل أن يكون هذا دين الله مستحيل أن يأتي هذا من عند الله فكثير منهم كفروا بسبب هذا قالوا إن كان هذا هو الإسلام فنحن نكفر بالإسلام وكذلك هذه الكلمة انتشرت كثيرا إن كانت هذه هي السلفية فنحن نكفر بالسلفية وكثيرون الآن موجودون ولهم أصوات ولهم منابر يقولون نحن نكفر بالسلفية لأن هؤلاء هم ممثلوا السلفية لذلك واجب على علماء الإسلام أن يخرجوا ويبينوا الإسلام الحق وواجب على علماء السلفية أن يخرجوا ويبينوا السلفية الحق المدخلية ليسوا سلفية المدخلية ليسوا من أهل السنة المدخلية شأنهم بعيد كل البعد عن أصول وضوابط وقواعد الإسلام التي نقرأها في كتاب الله عز وجل والله تبارك وتعالى قال ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا ولا تظالموا في رواية أخرى هذه هي النصوص القطعية الواضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا الإسلام فالإسلام هو دين العدل المطلق الذي كما قال شيخ الإسلام التيمية العدل واجب من كل أحد في حق كل أحد والظلم حرام من كل أحد في حق كل أحد وعلى هذا أجمع علماء المسلمين لذلك ذكر فيما قال قال ولذلك قيل إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة نحن بلا شك لا نقبل بدولة كافرة لكن نقول إن العدل قيمة مطلقة في الإسلام هؤلاء جاءوا وخربوا كل الموازين وقلبوها رأسا على عقب هذا ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام الإسلام يعطي كل ذي حق حقه للحاكم حقوقه وعليه واجباته وللمحكوم حقوقه وعليه واجباته كل هؤلاء في إطار من الحاكمية للشريعة قال تعالى فإن تنازعتم في شيء أي أنتم وأولياء الأمور يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء مستحيل تتنازعوا في شيء مع الله مستحيل تتنازعوا في شيء مع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن إن تنازعتم في شيء مع أولياء أموركم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء جعلوا أولياء الأمور أشبه بالآلهة أشبه بالأنبياء لا يعتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم وبلا شك أثروا كثيرا على شباب المسلمين الشباب الضعيف الذي لم يتعلم ولم يتمكن الإيمان من قلبه انتكس كثيرا بسبب هؤلاء والأمثلة والنماذج التي تأتينا من الغرب والله لا حصر لها